علاء تعدى مرحلة الاستفزاز وبقى يستعين بفيديوهات للملك عبدالله مع ابوه عشان يوري الناس الفرق الشاسع وهذه حقيقة مزيفهاش علاء مبارك مزيفهاش علاء مبارك عندما تلتقي الزعمات بيكون اللقاء كده كلمتين أبرك من عشرة انت طبعا عارف كيف كان يعامل الخليج مبارك فرق شاسع وبون شاسع حقيقة حلق ما تدبش ولا بالخ قالت كلمتين وقام نشر الفيديو ترجمة نانسي قنقر فرق شاسع طبعا ملك عبدالله اللي استخدم علاء فيديوهات ليه مع ابوه كان السيسي بيظهر قدامه فقر مدعور دليل مبلول شكل رهيب جدا لانه عبدالله هو أساس الانقلاب ملك عبدالله ده أساس الانقلاب قولا واحدا بفلوسه ودعمه وعلاقاته ولولا الملك عبدالله عشان تدعوله على قد ما تقدر كل الناس اللي سعيدة بمشهد مصر النهاردة يعرف انه العنوان الرئيس عند الملك عبدالله لان السيسي ده مجرد بايدق حركوا الملك عبدالله لم يكن ليتحرك هو والجنرالات قال له بعد الملك عبدالله أمن لهم الفلوس وأمن لهم على عشتهم وعلى عيالهم وعدهم بكل الدعم ملك عبدالله 17 ثانية بعد علان الانقلاب كان الدعم الأول وهو متنفى عليها لكل حاجة فهو علاء اختار الملك عبدالله عشان يوري الناس الفرق ملك عبدالله وطبيعي اي حد بيأجر بايدق زي السيسي مرضيش ينزل يا قابل السيسي وقال لك اسم الملك عبدالله تعبان وقابله في الطيارة وخلاه يوطي لمؤاخذة زي ما باسلوب بالزكاء السعودي البدوي المعروف طلع بس راسه كان سببا في استمرار حكم العسكر في مصر عشر سنين الملك عبدالله ادعوله كان بيظهروا الدعم هذا قال لك تعالى لبسك بس انا مقدرش اقوم يا ابن انا بقيت ستة كبيرة عشان يوطي فضاع اوعى تستهين بالزكاء البدوي اوعى 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 اياك تستهين بالزكاء البدوي اسألني انا ذكاء ثاقب ثاقب دا كان الملك عبدال المقارنة او يعني على مبارك احيانا بيبقى الكلام المحذوف اقوى منك تكتبه احيانا بيبقى الكلام المحذوف اقوى من اللي تكتبه وده دايدا التوتات الاخيرة لعلاء مبارك دا كان سهوره مقى البيضق مع ابن سلمان واللقاء الاخير اللي كان راح يعيط له اللقاء السحور وابن سلمان استمر في اذلاله والنظرة الشهيرة من قائد الحرس نظرة الحقيرة لعزيز مصر تخيل البيضق النجس دا بيسموه عزيز مصر يا لهوة على مصر دي يا لهوة على مصر دي يا لهوة يا لهوة على النبخات والكلمات والمسميات اللي ملاش اي ضل على الواقع فالموضوع جاي بعناية والبطحة على رأس المجرم تكتب تلعه وقلت لك ان فيه ترحيب ودعم خليجي يسمي زي ما تسميه لما يفعله المبارك في السفزاز السيسي وده مخليه في مرحلة غيث كبيرة اولا وهو من كتر ما هو مقزوم مش عايز صاعد في الملف دا صاعد على المدنيين اتجاه الليبرالي بتوعي دول كده بتاع مبارك استاذة جميلة اسماعيل نشرت ولادها شادي ونور اللي اتنين شمعوا شقتهم قالت اكيد بالغلط يعني اكيد بالغلط مش اي حاجة ده واحنا ماشيين في الحوار من اجل الحمار استاذة جميلة جات وقالت خطاب قوي جدا حقيقة زي خطاب استاذة عمري موسى كده فالمهم علاءة استخدم فيديوهات ابو في الحديث على الاقتصاد والديمقراطية وحقيقة اصبحت سلاية شرم الشيخ 2008 المنتدى الاقتصاد العالمي حول الشرق الاوسط واستخدم كلام ابو اللي هو فيه اغازة دكهمة والكل كليلة تحت مضلة الحماية الخليجية ننضي في استكمال اركان ديمقراطياتنا تعزيزا للتعددية وتفعيلا لحياتنا السياسية ننضي في ذلك باصلاحات تنبع من الداخل تراعي ظروف مجتمعنا وخصوصياتها تحاذر من تجارب عديدة من تجارب عديدة حاولت القفز الى الامام فانكفى الى الوراء حتى اللغة يا اخي حتى اللغة فيه اختلاف كبير جدا باللغة قباطة الهنمونولو اللي بيستخدمها السيسي اللي هي كلها شفارات من كتر جبنه ولغة مبارك مش عايزة اقول لغة السيسي العربية ولغة مبارك لان السيسي ما بيتكلمش عربي ايوة بيتكلم زي ما انت عارف العوز واهل الشر والله يا واحد فكرني بالكلمة التالتة وانسيتها تاني والله دي جمل مهمة كنت انجدت في عادل قديم مناطقها شغل السيسي و ما حد يبص يا عادل بص لي كده على الفيديو ده ثلاث جمل استخدمه السيسي هتلاقي فكرني بالكلمة التالتة كده جمل كلها عبرية بالصدفة يعني بالصدفة كل واحد في الفترات يعني هتلاقي الواحد ايه المخزون اللغوي اللي عنده بيأتي منه الطفولة طفولة بتجيب المخزون اللغوي للبني آدم فتلاقي كلمة طلعت في المغاية كده من غير ما تقصد ايه دنيا المهم نروح لسميح ده على مبارك هتقول ليه بتتجنى وبتفتي في حكاية تحت المضالة الخليجية بكل الاحترام والتخدير لأستاذ علاء مبارك وأستاذ جمال مبارك كل الاحترام لتاريخهم كأبناء للرئيس وجمال مبارك كان مرشح للرئاسة مش مرشح يعني للرئاسة وكده مع كل الاحترام ليهم والله ليس القصد اي اهانة لكن ما حدش يجرؤ دلوقتي يتكلم في مصر إلا تحت مضالة إلا تحت مضالة تحت اتفاق والاتفاق لازم يكون خليجي أنا أربق بيهم أنه هم يكون الاتفاق تحت مضالة إسرائيلية هم تحت المضالة الخليجية شايفها أكثر ملاءمة يعني في الآخر مضالة خليجية لأن دي المضالتين اللي ممكن تعيش هتيوم في مصر وتقدر تقول حاجة وتضمن أنك الفجر هيعد عليك فيه أي مبالغات في اللي بقولها؟ فيه أي حاجة؟ لغة علمية مظبوطة متزنة بتاع دواء حرصة على الألفاظ المهم نروح لساميح وتصرحاته قال لك ساميح اعتذر وأبصر ساميح اللي كان عمل حوار من حديقة عن الوضع الاقتصادي في مصر من السعودية على قناة العبرية واحتفلت بي احتبال كبير جدا وخلت كل اللي جاني السيسي يطلقوا على قناة العربية قناة العبرية كلمتكم عنه وقلتلك كل تفاصيل وخلفيات هذه الحكاية فيه تفاصيل جديدة؟ أيها فيه تفاصيل جديدة ليه ساميح اللي ما كانش بيتكلم في السياسة خالص هو اللي اتكلم ليه مش نجيب اللي بيتكلم في السياسة على طول عكس أخوه كان هيبقى امتداد طبيعي يعني الكلام نجيب وليه ساميح نفذ هذا الطلب بتاع ابن سلمان رغم انه عارف ومتيقن انه هيتهاجم ويتفتح عليه مدفعية رأيبة جدا في مصر ويحصل 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 لكن هتضل بس في ظل الغيز يعني مفاهم ده الثمن سبب الاول ان ده الثمن لترضية ابن سلمان ده جزء قلناه عشان يدخل ألسا ويرس السعودية فيه صفقات لا تقارن خالص بمصر الثمن هو اهانة السيس بكل وضوح لان دي خطة ابن سلمان لكده سيبك من اي تبرنات ده الثمن اللي دفع ألسا ويرس عشان يدخلوا السعودية ويبقوا تحت كفالة كفالة طال منشار سميح عمل كده عشان يليس بالبلدي على شطحات أخوه لان ابن سلمان كان في غضب شديد جدا من نجيب ده الجديد بقى لان نجيب كان ليه تصرحات معاجل ابن سلمان بشدة بشدة كان بيعملوا بعنف شديد قديك لمحة ده تصرحات لنجيب عن ابن سلمان في 2017 سميح عشان أين هو القرآن؟ أين هو القرآن؟ أين هو القرآن؟ هل أنت أيضاً لذلك؟ كيف تستطيع الوضعك؟ لم تفعل ذلك؟ ما كان الوقت؟ لازم الكل يتفق على مقطعته مش مهم أي حاجة تحصل دي كلمات نجيب في مرة من المرات على ابن سلمان أين هو القرآن؟ لا يشارك بأنهم لديهم داخل المرات ونقولهم أنهم لا يريدون أن يريدون أن يريدون العلوان وهم يستطيع المنزل ومع المنزل فعند أين يفعل شيئاً وكأنك عندما يفعل شيئاً كما يريدون أن يكون ذلك وأنه حدث ألعب بالفعل أين أين محدثيون؟ حسناً لا أحسنت لا أريد أنا أفضل قد ذلك ويقول ما أفعل وأنه قد فعله وقعدت أخرى أتمنى أنه أسلم في سعودية ألا أخير لأنني أخير ألا أخير لكن الأرض نشفت في مصر بارد بارد والسعودية مش مقبلة هي بدأت مرحلة صرف غير مسبوكا تعرف كل اللي يعملوا والأجداد والأبهات ده ما كانش أول تصريح ليه أو التصريح الوحيد إذا شئت الدقة يعني ده كان 2017 في 2019 نجيب قال أنا مش هستثمر في السعودية دي بلد ما فيهاش قانون ساعتها ترك الفصل كان الحوار أنت الخسران أنت الخسران يا نجيب أنت بتضيع من إيدك فرصة عظيمة ده في 2019 الموضوع وعف لحد كده لا من ست شهور ساويرس طلع حذر من المشروعات اللي دخل فيها السعودية ساويرس طلع قال اللي بتعمله السعودية من المشروعات السياحية في نيوم والبحر الأحمر هتقضي على سياحة في مصر وهو صادق وهو صادق ده كان رأي نجيب حاجات جاية علينا زي السعودية النهاردة للإستثمارات اللي بتعملها في البحر الأحمر من غير لا شك عندي إطلاق أنها ستهدد كل الاستثمارات السياحية اللي عندنا في البحر الأحمر وفي شرم الشيخ وفي الحتة دي كلها وده حقيقي وده حقيقي السعودية هتهدد بشكل كبير جدا بقصد أو بغير قصد لازم تفهم هتهدد مصر والإمارات تهديد اقتصادي وعنيف عشان كده بقولك إيه إنت عشان يبان طولك لازم تكسر ركب الطوال فبالك بقى أن السعودية أصلا مش قصيرة أصلا فلازم نقلق من السعودية ده كلام نجيب الاستثمارات فعلا البحر الأحمر استثمارات اللي عملها السعودية وهتحط أسعار بنت لازينة وقصة وببعين كل حاجة متاحة وقلتلك مجموعة المجتمع الناس المميزين في العالم السعودية فتحت لهم كل الأبواب يعني مش هيبقى فيه أي حدو وفيش فاتق بينك وبينهم بقى أنت عندك السياحة شرطة السياحة عليها غضب ربنا وعندك شرطة البتاع والناس اللي بتصور بيجرالهم انت عارف دولة منكوبة تدولة منكوبة والرشاوي والبتاع اللي هي بتدمر أي حاجة السياحة وردتك عشرات الدلائل وعشرات الفيديوهات اللي عملها مشهير جدا في كل حال العالم كل واحد بيكسر وخارج من مصر ألف وقولها إنه لن يكرر تلك غلطة مرة أخرى في مصر لها من ابتزاز الرشاوي اللي في كل خطوة لها نتيجة التحرش لها نتيجة المنع من التصوير والرعب دولة عامل انقلاب وعسكر بيحافظه على تجارتهم اللي هي مصر فده كلام سويرس بزيت شو لازم نقلم السعودية النوع الأبرز السياحة هتتدمر من الشعاعات السعودية وهو صحيح طيب قال سويرس عايزين نرجع تاني السعودية كان لازم نوفع الديل لازم يحسن ويصلح الأخطاء فمين اللي يصلحها؟ سميح مش نجيب لأن نجيب خد أشواط كبيرة جدا قال لي كان ما يهمنيش وماعملش وبتاع والمنطقة وطنه صالح فكان لازم سميح عشان ياخد مشروعات السياحية يبدأ مفاوضات اللي يستمر في قطاع السياحة في السعودية ما أنت اللي هيتدمر في مصر هيستبدله نجيب بالمملكة العربية السعودية رأسكم للتنمية تفتح مكتبا بالخليج وتستهدف إطلاق جوالات ترويج في أمريكا الشمالية دي شرق بلومبرج لإطلاقتها الإمارات عارفين القصة أنتم وقت ما كنا في الشرق عشان إيه يعملوا وجابوا معتزة معتزة ابن كريمة مختار الله يرحمه معتزة ديمرداش كمان يعني دي شرق بلومبرج المهم فده التمالكة اللي لازم يدفع اللي هو تهزيق السيسي بما لا يدعم جالا مش شك دي خطة اللي عملها ابن سلمان ومين اللي يعمل ده سميح مش نجيب لأنه نجيب وضعه هيبقى منظره سايق جدا لما سميح فابن سلمان بيسمي السيسي دلوقتي الكلب ده على فكرة القصة اللي قلتها لك اعتقد من اكتر من شهرين اكتر من شهرين صح اكد عليها مكتهد واحد اللي متابعيني يعني تويتر واحد من اشهر حسابات اللي حقيقة العجيبة اللي تصدقت في حاجات كتيرة جدا بتفضح ما يحدث في المملكة العربية السعودية فمكتهد اكد على القصة دي اللي انا الهلك من من فترة يعني بقولك اكتر من شهرين لما ابن سلمان وقف في عدد موجود من الشهود وقال حد بيكلمه على السيسي قال الكلب اديتو 14 مليار 12 مليار طلعه برة لحساباته واتنين مليار دخلوا مصر هكده قال نصا على السيسي طبعا ابن سلمان كان الكتاب بتاع مساعد وزيق رجاه الامريكي قال لك ان هو اول حاجة بيقولها هو بيقدم نفسه الامريكا كراه مع ابوه قال لهم بص انا قوي جدا عايزين اثبت لكم القوي انا ممكن اشل لكم السيسي له هو العبرة اللي بيتدري فيها اي حاجة فمجتهد قال لك ده بيتحمى في اسرائيل وبيشتكيني فكالناس يقول ده عبيد ده ولا ايه بيتكلم على ابن سلمان في اجتماع خاص دائمت يا جماعة اربع مايو من اربع تيام من خمأ من ست تيام انا ايه لك قصة الكلب دي من فترة طويلة في اجتماع خاص مع ابن سلمان قبير رمضان دعية له عدد من الصحفين المطبلين وبعض المؤثرين في وسائل التواصل طلب الحضرون التوجيه بشأن قطر يعني طالعوا انت عار محدش بيقدح من زنات فكره نعمل ايه نتكلم ايه عن قطر والامارات ومصر فكان جواب ابن سلمان حرفيا كالتالي قطر تميم سامر معي وبات عندي قبل ايام وامرنا ممتازة جدا ولا في خلافات وده بفضل الله ايضا تأكيد للي اكتب تقولك على علاقة تميم بابن سلمان لما تحدثنا عن ميسي وكريستيانو قلتلك انه مش هيحجر تميم في حكاية ميسي انه يروح الهلال مش هيحجر تميم ابدا الامارات هدول المشكلة نتفق معهم بالليل على شيء ونصبح يصوون عكسه مصر استيسي استقوى علينا بغيره لكن انا ربي يقصد استقوى باسرائيل استقوى باسرائيل فدي الخطة فساورس بعد ما ابد التمن طلع يقولك ايه سميح عنده حق ومصر المفروض ما تزعلش وهو صادق لاننا اولادها وقصدنا الخير دي بتاعت ربنا لكن سميحك انا صادقا وكلامنا جيب حقيقي انما النيات دي بتاعت ربك لازم الناس ما تفترضش سوء النية في عائلة او في شخص او صفار دي زي سميح او زي لما بنقول الكلمة بغرض ايه الغرض من الكلمة الغرض من كلمة سميح ان هو بيقول ان على فكرة مستثمرين كتير ان عدا خايفين ييجوا لانه مش عارفين سعر الدولار بكرة شكله ايه اول اللي قاله ما فيش فيه حاجة غلط يعني اللي قاله ده صحيح انا شايف سيد علي بياخد ابعاد في ظل الحكمة اسكري بعد يعني فترة ضياع طويلة جدا ربنا يوفقه سيد علي يعني الحمد لله احنا ناس وطنيين جدا هكذا هو لسان حال نجيب واللي قاله سميح صحيح ونحن نتفق واعتقد كلنا نتفق وحضرتك تتفق وحضرتك تتفق لك احنا ناس وطنيين جدا بخبرتنا وكلامنا مع مستثمرين تانين واحنا نفسنا نحضر وما بيجي نحضر لدراسات جدوى المسيحية عندنا عنصر مش قادرين نحضره في المعادلة وهو سعر الدولار لكن لما لقى برضو انا اللي عايز اقوله احنا عائلة بنحب بلد مصر اكتر من نفسنا الحقيقة واحنا وانا نفسي حتى لما بقول حاجة وحلازم ناس تبقى عارفة هل دي ناس وطني اللي عملناه لعيب ولا حرام ومصر قصدو السيسي ما يا مصر المفروض ما تزعلش لان احنا اللي عملناه لعيب ولا حرام اشتركوا في القناة